فيديو اليوم رايح نقدم لكم حريرة بطريقة صحية قبل ما نبدأ الفيديو أكيد نقول لكم باللي الوصفات تحت الحريرة والشربات راهم يتغيروا على حساب العادات والتقاليد تحت كل منطقة أنا راح نوري لكم طريقة صحية طريقتي اللي تعجبني أنا بالصحة إذا كان انتي تختلف طريقة ديالك خذي فقط الفكرة الصحية وطبقيها على الوصفة اللي تربيتي أعليها بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاهم رحبا بكم كامل في قناتكم رجيم بدون تكاليف رجيم بدون حرمان نتمنى إذا كان أول فيديو تشوفوه المريوما تزيدوا تشوفوه فيديوهات أخرى باش تفهموا طريقة فقدان الوزن مع مريوما والوزن اللي روح طريق السد اللي فيدي ما ترد الحريرة ديالي حبيباتي تعلمتها على وحدة جارة كل ما ندير الحريرة نتفكرها وندعيلها بالخير على خطر بزاف تعجبني ندير فيها الحم ثوم بصل طماطيش حبا بطاطا حبا قرعا زوج حبات زرودية وطبعا عندي الحشاوش مع دنوس حشيش مقطفة وكرافسة بالصحل الكرافس ساعة ندير وساعة ما نديروش عندي كذلك ورقة ترند والحميصة اللي راني مشمختها من قبل نروحو نبداول وصفة وراني نفهمكم في نفس الوقت الفرق ما بين الحريرة صحية والحريرة غير صحية في العادة الحريرة أصلا الأخت كي علمتها لي تدير فيها الحم والجاج مخلطين وهاد الشي ناو 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 هاد الشي راهو بزاف مشيمليح انه في نفس الطبقة نديرو نوعين من اللحوم قطعت الطماطيش وحطيتو مع الثوم في كثرونة ونحطهم على نار بدون اي اضافات باش نخدم هادك تحميرة ديالي التي لا استغني عنها نستعملها في الحريرة في شربة فريك في كل صوص اجي حمرة ونروح دركة نبدأ الحريرة اديالي اول حاجة نديرها انقطع حبها بصرلة مشي شرط انقطعها بزاف رقيقة على خاطر من بعد رايحي نرحي وكل شي راح نحطها في الكوكوت اديالي الشربة ديما نحب نطيبها في قدرت الطين بسح تكسرت لي للاسف وما زال مشريكش واحد اخرى ما ندير لها حتى اضافات لا زيت لوالو الغلطة كذلك تعال الحريرة انكم كنتوا تكسروا لها بزاف الزيت راح نقلل بصل هادك فقط في شوية من الماء نستعمل لها كوكوت عادي الطبخ في الكوكوت صحي جدا بشرط انه نطيبه على نار هادية الحمل اللي استعملتان هبرة مافيش كامل دهون على هديك رايحة نسمح لنفسي اني ندير ملعقة من الزيت الحمل بنات اذا كان هادوك الاغنام لهادوك الابقار تعرفوا المصدر تحهم مليح باللي يرعاوه ياكلوا من خشاش الارض كي ما يقولوا الدهون تحهم صحية معليش بالصح اللي نشريوهم من بره مسمنينهم كيميائيا وهادوك الهرمونات اللي يعطوا لهم عن طريق الاكل باش يسمانوا وش يديرو يكثروا الشحمة بعدها هديك الشحمة رايحة غير صحية هدا ما كان نقيت الخضر وطابة الطماطيش ديالي نروح دركا نرحيها نرحي هديك طماطيش بلوبراميكسر بهي بسوم ديالها ونعاود نرجحهم في الكسرونة على نار هادية شوية هكامت وسطا باش يفقدوا السوائل هاد شي خليلك الحريرة تاعك تجي سقيلة في وصفات اخرى كنت نصفيها هادي الاسوس دركا ما كان لها نصفيها لخطر اصلا الحريرة تتصفى كامل بعد ما الطيب والا الحم والبصلت قلة ومليحة نزيد دركا هادوك الخضر وزيت وريقات من الرندة نفرغ هادك طماطيش وندير التوابل على حساب كل واحد وش يحب انا ندير فلفل عكري ندير كذلك كوركم والحريرة من هار كليتها اول مرة وصقصيت على الوصفة قلت لي درتها بالكروية من سماك ندير لها الكروية تعجبني هكا بالصحراني قلت لكم انا خوذ الفكرة الصحية فقط ما تخلطيش الجاج مع الحم فيها وطيبيها بلا زيت وبالنسبة للتوابل اراهم كامل صحي ندير الشي اللي تربيتي عليه واللي والفته بعد ما نخليها تطبخ شوية شوفوا البنات المكتوب باين من عنوانه كيفاش راهي ثقيلة ما شاء الله اني منرقها على حساب الكمية اللي را كي حبتها من بعد راح نسرق انا سراقة لبناتش طياب سراقة في الكوزينة من احفاد العصابة سرقت شوية لاصوس هاديك اللي راهي بنينا طبعا حطيتها في كسرونة وحدها باش نطيب فيها الحميصة بزاف اللي حصلوا تقول لك الحميصة كيفاش نديرها خاصة كي تكون نص طياب برك ما هيش طيبة كامل في الحريرة من بعد كيفاش ننقيها باش نرحي ايتو يبا هاي لك الفكرة حاببتي هاي الحميصة الطيب دكوتي والحريرة ديالي كذلك كيشفت الحريرة خلاص طاب هاداك الخضر اللي داخلها وباش انلوح الحشاوش عندي اللي هنا خلوطة الحشاوش ندرت شوية كرافس شوية معدنوس وشوية حشيشة مقطفة نخليهم فقط يا يربي حوالي دقيقة اعلى النارة وسيبو الحريرة ديالي نروح نديها باش نرحيها على خطر طياب البزاف تعلح شاوش راه يفقدهم كامل قيمتهم الغذائية علش نرحيو الحريرة على خطر اسمها حريرة الاسم انتحها حريرة جاء من القوام الحريري ناس تقولك حنا نديرو الحريرة بصح لحولها المرمز حنا نديرو الحريرة بصح لحولها الفريك ايبا حابباتي هاديك تقولي شربها فريك شربها مرمز شربها شعير لكن الحريرة نرممو ما كاش حاجة اللي تبقى في لسانك ما تحس سواله حريرية هي سوس بالخوذر حمرة بعد ما نحيت هادك الحم ونحيت عود القرفة والرند ذركة رايحة نرحيها لابنات لو كان لحة الحمص مش نحصل فيه ذركة ونبقى لقط فيه بالوحدة واشنو هو لو كان الحمص تعي طايب ديجا خلاص حتل ذركة وباش نلوحه انا طياب حمص ديالي جيني غالما يكون مص طياب نرحيها ذركة بامبرا ميكسر من بعد نصفيها بصفاية خشين عينيها شوية ولا بالكسكاسة سيدة باش ما تقول ليش نحيتي لها الألياف كل ما نجي ونرفضوا صفاية يقول لك نحيته الأرياف الأرياف حتى تلفتوهالي ما نحينا لهاش الأرياف حتى الفارينة كنغربلوها ما نحينا لهاش الأرياف الرقيقة تهبط ستحت الغربال والخشينة نستعملوها في حاجة واحدة اخرى كما هناك بالاك كشمورسو خضرامة الحاش مليح هادوك شوية الخيوط بتاع المعدنوس والكرفس ملحتهم حتى الآخر طياب نزل ماذا بوش مليح باش يكون عندي القوام الحاريري هادا ما كان نصفيها البنات وشوفوا بعينكم باللي ما راح يبقى لي تقريبا والو وش متاح واحد شي تيتو حكا يا برك ها واش بقى لا أرياف ولا مدن بسلح هاداك شوية وكان نخليه متوليش حريرة نعاود رجحها داخل الكسرونا ونعاود رجعلها هاداك الحم اللي نحيته طبعا هذا ما نسرقوش وندير عليها لحم يصلي سيبوراهي طابت كذلك نعاود رجحها على نار متوسطة الناس اللي يحبوا الحار ديروا لها الحار انا ولادي مازالهم صغر حتى في الاخير قبل ما نطفي اللي نلوح واحدة رويس الصغير يمد نسمة فقط واكيد راكوا تستنو باش نعقدها راه معقدة اصلا راه كومبليكسي وش نزيد لها راه ثقيلة في السابع راه ثقيلة غير بهذوك الخضر اللي درت لها علش نزيد لها هذيك العقدات على الخميرة تحوسي على القروسية كين القارس الله يبارك حتى وطيبيها في موسم ما كانش القارس تقدري تديري لها قطارات الخل خاصة اذا عندك خل تفح في الاخير بسحغير في الطبس التاع كي ما نديرو القارس باش اونككش ما يقعدلك ما يقراسش علش خسريها بالخميرة احنا الخميرة ماذا بينا حتى في الحلويات وفي الخبز ما زيدوش نديروها يوين نروحو ندخلوهم في الشربة الصحية اذا كان مولفة عقديها بخميرة بلدية طبيعية نقول لك برافو عليك وعلميني طريقة حبيبتي مدابية نتعلمها على خطر على بلي بلي هديك حاجة صحية عند التقديم نزيد لها برك رشة بتاع المعدنوس والحشيش مقطف وبالصحة والهنا اعليكم ان شاء الله تكون عجبتكم لفيرسيون صحية تاع الحريرة خليكم في امان الله بالتوفيق للجميع وغدا يوم افضل ان شاء الله اشتركوا في القناة